والبعض شايف بقى الفترة اللي جاية هي عملية التقييم الحقيقية لليتوريا والشكل اللي ممكن نكون متوقعينه يكون مختلف عن الفترة اللي فاتتة ما عرفش يعني احنا طبعا نايجيرو ولايبيريا كان بقالهم فترة الناس بقى يعني بتنسى شوية بتنسى الشكل اللي كان منتخبنا فيه لكن في الاخر منتخبات ممكن تكون مش قوية انت بتلاع دلوقتي التصنيف التاني على العالم منتخب بلجيك هل بتكون شايف ان ده عملية تقييم حقيقية المنتخب ويقدر تقدر انت تقول المدير الفني ده ليه تأثير ايجابي ولا لا اوه ممكن يمشي ولا يقعد من خلال مرش زي ده هو للأسف احنا بنقيم بعد ما بنجيب المدرب احنا منفعش نقيم خلاص بعد ما بنجيب المدرب خلاص يعني احنا جبناه وتعقدنا ما اعتقد اربع سنين باي مزدوط مشروع يعني كلمة مشروع يعني لكن هو الغاية دلوقتي هو مش داير المشروع كويس يعني مشروع انا جايب مدرب مشروع اللي هو ابدأ اعتمد بقى على العناصر الشابة على العناصر الوعدة على اللعيبة اللي هي طالعة في الاهلي والزمالك اللي اعمارهم مبشرة ان هم يبقوا ركاة زي أسية في المنتخب لكن انا مش شايف ان هو بدء في المشروع انا شايف برضو ان هو يعني لسه عايز يكسب عشان يرضي عايز مش عارف ايه عشان فهم لكن ما ينفعش قائمه في مبرازة امبارات بلجيكا بلجيكا ممكن تلاقي نتيجة تقيلة جدا علينا ببلجيكا تفتكر؟ اكيد يعني العقل بيقول كده والمانطق بيقول كده يعني هو راجل قالك انا فيه يعني مجاسفة كبيرة جدا ان اقتلعب بلجيكا بس هو امر لازم تعمله ان اقتلعب منتخبات كبيرة انا مش عارف السر المنبارئي لان انا بصراحة مش عارف هل هي كت في الاجندة الدولية هنلعبها ولا هل هي كت اختيار ان احنا تختار من نسبانا منتخب جيكا رايح كاس عالم مين في مجموعته؟ للمغرب مين اقرب منتخب ممكن كمان مش مشارك في كاس عالم ليقدر من شمال افريقيا لعبه؟ منتخب مصر هو الناس يتفكر زينا برضو كده؟ اعتقد لا اعتقد لا ان هم مش عارف يعني مش عارف الفكرة ايه انا بكلم ان الناس يتفكر بالطريقة دي لو هي الاقرب للمنتخب المغربي هو منتخب مصر الناس دي بيتفكر زي مثلا لما كنا نسمع ان فيه مدرب اصلا المدرب ده مش عايش في افريقيا ومختلطش بالاجواء الافريقية فممكن ما ينجحش صحيح كلام بصراحة راجع جدا وكلام مالوش علاقة بالصح خالص انا المدرب مدرب في اي مكان لعيب لعيب في اي مكان الظروف اه طبعا فيه عوامل طبعا خارجة طبعا عنا كنت كلعيب كورة ويمن طبعا كنت كلعيب كبير جدا واحتكيت باجواء كبيرة جدا وكتيرة جدا كمان فبتتاقلم لكن انت مش هتفقد مثلا من مستواك مثلا سبعين في المية مش هتقص عليك بالنسبة سبعين في المية فان انا اعمل تجربة مع فرقة شكل الفرقة الان لا انا اصلا تكتعايز تدرج اكتر يعني من كده انا بتكلم على بلجيكا اه يعني انت مثلا منتخبك انا يعني انت لعبت النيجر دول يعتبر الناس او احنا شوفناهم مش منتخبات قوية فقار افريقي انت كنت عايز تاخد سن قط اكبر يعني مثلا انت قصتك اصلي قصتك غير مش بلجيكا على طول مراحة اه بالزبط انت بتلعب المصنف التاني في العالم كفرقة كبيرة كده اه ده برويني ده الواحده اه يعني حاجة كمان هو فيق اليومين دول ما شاء الله يعني لازم هم كلهم يروحوا فهيه انهم خسروا النهاردة اه وخسروا النهاردة كمان بطبيقة يعني غريبة جدا اه لكن في العموم تجربة صعبة قوي تجربة صعبة قوي وممكن كمان يحصل كلام كتير احنا كنا في غنى عنه النتائجة ممكن تبقى ايجابية او سلبية طبعا لان انت مش تبقى سلبية يعني انا بقولك احنا ما ينفعش نقاين بقى دلوقتي احنا تحفظ احنا كجمير ومصنف هي دي بقى المشكلة هي دي المشكلة تا لو خسرت انتو جبتو ازاي؟ عملتو ازاي؟ ايه ده؟ انتو جايبين مدرب يخسرنهم؟ الجماهير تتكلم يا كابتن فاروق تتكلم زي ما هي عايزة انا كمسؤول ما ينفعش اتأثر بقى رأي الجماهير يعني انا اسمع الجماهير تمام جدا لكن اتأثر واخد قرار بناء على الجماهير اصعب حاجة في الدنيا اصعب حاجة في الدنيا لكن ممكن الجماهير تكلمك في حاجة انت فعلا تقيد تفكيرك فيها لان هما الجماهير دلوقتي بتفهم كرة اكتر من ناس كتير مسؤولة فعلا يعني الفكر المشجع اختلف شكلا وموضوعا عن الاول خالص دلوقتي بتكلم وبيحلل هو السوشيال ميديا ما بتأثر برضه في قرارات ادارات كبيرة ده اللي انا بتكلم فيه بتأثر في قرارات ايجابية ماشي لكن ما نفعش تأثر على سلبية خالص ترجمة نانسي قنقر